مادام ندية هل في تسجيلات لا كان على بلة لكتب مذاكرات لا ليس ده لا اي اساس لا فكرت حتى تكتب ولا شراce ستقفك ولا تسجيلات ولا اي حاجه ولا على بل ته Wochen لا تتجلب private ان هو تتفل مع ما على المذكرات انها هتسجلها وهو جه من لبنان على لندن عشان يقبلها وتاني يوم اتقتلت رايح لندن يعني ما كانتش سجلت ولا سجلت وتاني يوم اتقتلت كان سجلت هو وصل لندن عشان يقبلها اتفاج بخبر متهف وقالك ازاي تكون اتفقت على تسجيل تتفقت على فلوس تتفقت على حاجة وبعدين تقول نفسها خلينا ما انقطعش بس عشان امشي بس خطر لا ما يا استاذ وقال كده فيه حاجات غلط لازم تتحط الحاجات دي عشان تبقى فيه شاهدة على الدليل با هو ده دليل اللي هو فين الدليل احط ايه ما بكتابة هو معي يقولي لحط ايه وانا احطه على الشاشة اللي هو ايه الدليل اللي هو الراجل اللي هو لا ده فيديو بنزله فيديو ايه مع صحفي لبناني تسجيل في صحفي بيقول ده لما يقول ده في المحكمة راح المحكمة وقال ده لا ده عمل برنامج مع سمير صبري وقال الكلام ده طب خلاص ما انت حديك بتقولي اجيب اجيب التزم وده انت عقيله في الكتاب وده مش دليل انه هو فعلا كانت هي بتسجل مذكراتها بتسجل مذكراتها بس هل دليل على القتل اه طبعا وهي تقتلت ليه ماذا مش انجحة خطوة خطوة عشان اقول انها قتلت يبقى فيه دليل على القتل ممكن يكون حصل حاجة مبارح انها بتكتب مذكراتها الدليل على القتل لان حاجات كتير قوي على الدليل على القتل طيب اولا عدم رفع البصمات من شقة نجحة بعد الجسمان عدم نزول دم والجسمان قاعد من الساعة تسعة لساعة واحدة مساءا مننزلش نقطة دم واحدة انا جبت كشف من طب شرعي وقال لك الحالة الوحيدة اللي يحصل كده او حالتين الحالة اللي هي تكون اتضربت واغمع عليها ويحصل عملية تجلط دي واحدة يا استاذ واقل الحالة التانية انها تكون ماتت بالفعل فوق وتترمي وما فيش محاكم يا مادام جانجالا في بريطانيا ولا في مصر تاخد بالكلام ده يعني هي تاخد بالكلام ده يعني الوقت يعني الوقت تقولي ده قدل القتل يا استاذ واقل واحدة تترمي من الدور السادس وما تنزلش نقطة دم على الأرض ازايك طعب خليني أسأل مش مخليني بس انت قلتي ده منام نادية سعاد حسطة بعنما سقطت سقطت على جنبها يعني ما كانش فيه أي أثار لدماء لا كان نتيب داخلي مش خارجي كان نتيب داخلي ومش فيه حد قرب لها ولا حد رماها ولا حد عدفها ولا حد ضربها ورماها كل دي كذب في كذب في كذب في كذب طيب خليني بس ما نهرجعك تقريل التب الشرعي بيقول انها سقطت على الجانب الأيصر أنا لما غسلتها في مصر كان فيه كسر في الجنجمة برغم انها الواعة دي ما كانتش على دمخ كان على الجانب الجانب الأيصر وأنا بغسلها فعلا ديها كانت مقصورة ده تقرير التب الشرعي وأنا مش جايبة حاجة من عندي تقرير التب الشرعي كان بيقول كده سقط على الجانب الأيصر ثم استقارك جسم الأرض طيب أنا وأنا بغسل لا طلبت طلبت كل حاجة بس احنا ما ننساش ان احنا في الفين وواحد كان مين اللي مسؤول هنا في مصر عن كل حاجة يمشيه على مزاجه زي ما هو عايز طب يعني انت طلبت تشريح الجسة ولكن ايوة طلبت طبع لم توافق على ذلك بنفوز صفوة الشريف اه طبع اه طبع ملاب ناديا انت شوف سؤال سؤال بس سؤالك حاول الله يا رب انت ايوة انت شفتي صفوة الشريف قبل كده ولا عرفه ولا أسمع ولا قبلته ولا أعرف حد من الحكومة هم سكتوا سكتوا عشان خايفين اول ما صفوة الشريف مشي ابتدت تفتح الأضايا والفضايا ما فيه أضايا كتير كانت يعني نايمة لا ولا ولا عرفه ولا كنت واحدة من البنات اللي هو بيتعامل معها ولا مش عرفه ما عرفوش ما عرفوش اه 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 ولا عرف حد من الحكومة ولا كنت ولا حد من الحكومة اه قال انه هو يعرف نجه وقال للصحفية دين عبدالله اني نجه يعنيت له ان هي عرف ان سعدت اقتلت انا طلعت السادات ما مش شفت طلعت السادات ولا سمعت صوته قبل ما سافر من مصر واحد واربعين سنة كلام ده ولا شفت ولا تكلم اه لقيت المفجأة طالع بيقول انا اقولت النجة مش عرفة تغطي ايه ولا مش تتكلم ايه حاجة كده والله العظيم ده كده انه هما قالوا لك يا نادية ما تتكلميش وإلا هتلقي نفس مصير اه ومش حصل خالص ولا طلع تكلمني ولا شافني من اربعين سنة من ايام الله يرحمه خليني في القضية الاساسية فبتقول انت ما شفتش السيد صفو الشريف في نهاية خارس ولا عرفه وما كنتش من بين السيدات ان السيدة اعتماد خرشد قالت قالت ان انا واحدة منهم ان انت من بين السيدات اللي كان بيستخدمت السيد صفو الشريف ربنا ينتق منهم واحد واحد واحدة واحدة شوف بقى من قلبي ينتق منها مع الكذب ده طيب وبالتالي هنا وبتقول لي ما فيش اي تسجيلات ولا فكرت حتى تكتب مذكرات مذكرات